أكدت مونة أبورجي لإحدى العارضات ضمن مبادرة أدهو إدود على أن المعارض تعد فرصة جيدة لعرض المواهب وتراث المصرية أنا أول مرة أشارك في المنتدى العالمي للشباب أنا شايفاً بالذات السنة دي الرئيس مهتم بالمشروعات الصغيرة والهاند ميد عمت المشغولات اليدوية بالنسبة للشباب ودي حاجة بتخلي مصر تنمي من المواهب بتاعتها وده بيطلع برا مصر الناس بتشوف برا مصر المواهب اللي هي أصلاً موجودة من زمان بس مش مش ظهرة فالمعارض دي بتخلي الناس تعرف قد إيه مصر فيها تراث جميل وفيها مواهب حلوة فعلاً